وقعت الهيئة العامة للبيئة اتفاقية تعاون بينها وبين الإدارة العامة للجمارك والتي تاتي استجابة للسياسة العامة لدورة الكويت لميكنة وربط كافة الجهات الإدارية الإلكترونية ولتعزيز الشراكة الحقيقية وفتح أطر التعاون للمساهمة في تقديم الخدمات وتبادل الأراء لخدمة المصلحة العامة الربط الإلكتروني بين أنظمة وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية يساعد في تطوير الخدمة والارتقاء بها هذا ما أكدت عليه الهيئة العامة للبيئة خلال توقيع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للجمارك ذكرت تفاهم ستمتد إلى أمد طويل خمس سنوات وتجدد تلقائية إن شاء الله من خلالها سنساهم في الحد من دخول المواد الكيميائية الضارة وتقنينها وترتيبها في دورة الكويت أكيد التواصل الإلكتروني يسهل المعاملات وبذلك اليوم سوف نوقف التعاملات الورقية بيننا وبين الجمارك هذا الربط سيساهم في تقديم الخدمة وتبادل الأراء بما يخص الكشف عن السلع المضرة بالبيئة يتم تعطيل كثير من البضايع بسبب تبطء الإجراءات وتأخرها وتتكدس في المنافذ اليوم هذه الخطوة خطوة كبيرة ومهمة استخدام التكنولوجيا والربط الآلي تعاون بنها بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك التي تساهم في الحد من استخدامات المواد المؤثرة على البيئة مروم حرام تلفزيون دولة الكويت